من المصدر نفسه المتقدم الذكر من عوالم العلوم ومستدركاتها رواية طويلة نقلها عن تفسير فرات رواية طويلة نقلها عن تفسير فرات فرات الكوفي تبدأ من صفحة 1175 وتنتهي في صفحة 1178 سأخذ جانبا يسيرا منها في صفحة 1177 الصديقة الكبرى في مواقف يوم القيامة فتقول مخاطبة العلي الأعلى سبحانه وتعالى يا رب أرني الحسن والحسين النبي هو الذي يحدث فاطمة الرواية هذه جاءت منقولة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حيث يخبرنا من أن رسول الله صلى الله عليه وآله حدث فاطمة عن جانب من تفاصيل يوم القيامة كي يصل الكلام إلينا وأنا سأأخذ هذا اليسير من هذه الرواية الطويلة فتقول فاطمة يا رب أرني الحسن والحسين فالنبي يقول لها فيأتيانك يأتيانك وأوداج الحسين تشخب دمه وهو يقول يا رب خذلي اليوم حقي ممن ظلمني فيغضب عند ذلك الجليل وتغضب لغضبه جهنم والملائكة أجمعون فتزفر جهنم عند ذلك زفرة ثم يخرج فوج من النار فوج من النار من الملائكة الموكلين بالنار ثم يخرج فوج من النار ويلتقط قتلة الحسين وأبناءهم وأبناء أبنائهم قطعا الذين على نفس المسار وليس بالضرورة أن يكونوا أبناء صلبيين له إنها أبوة المنهج إنها بنوة المنهج ثم يخرج فوج من النار ويلتقط قتلة الحسين وأبناءهم وأبناء أبنائهم ويقولون يا رب إن لم نحضر الحسين الأبناء وأبناء الأبناء فيقول الله لزبانية جهنم خذوهم بسيماهم في يوم القيامة طبائع الناس ستظهر بعلامات واضحة على أبدانهم خذوهم بسيماهم بعلائمهم بزرقة الأعين وسواد الوجوه هكذا تكون علائمهم في يوم القيامة خذوهم خذوهم بسيماهم بزرقة الأعين وسواد الوجوه خذوا بنواصيهم فألقوهم في الدرك الأسفل من النار فإنهم هؤلاء الأبناء وأبناء الأبناء فإنهم كانوا أشد على أولياء الحسين من آبائهم الذين حاربوا الحسين فقتلوه فيسمعوا شهيقهم في جهنم فإنهم كانوا أشد على أولياء الحسين من آبائهم الذين حاربوا الحسين فقتلوه المضامين واحدة مثل ما يقول إمامنا الصادق من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الطويلة زمان الغيبة الكبرى أضار على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه تلاحظون أن أحاديثهم تتسق اتساقا واضحا وترتبط فيما بينها ارتباطا حتى تعود بنيانا مرصوصا ألا لعنة على منهج حوزة الطوس ألا لعنة على علم رجالهم ألا لعنة على علم أصولهم ألا لعنة على علم كلامهم ألا لعنة على تفسيرهم ألا لعنة على عقائدهم المنطق هو هو في كل حديث العترة الطاهرة فإنهم هؤلاء أبناء قتلت الحسين ليس الحديث عن أبناء النسب ربما قد يكون البعض منهم من أبناء النسب الحديث عن المنهج الحديث عن العقيدة إن الله لا ينظر إلى أبداننا ولا ينظر إلى أنسابنا وإنما ينظر إلى عقولنا وقلوبنا إلى المنهج إلى العقيدة فإنهم كانوا أشد على أولياء الحسين من آبائهم أضار على ضعفاء الشيعة من آبائهم الذين حاربوا الحسين فقتلوه فيسمع شهيقهم في جهنم هذا هو الثأر الحسيني الثأر الحسيني ليس من الذين قتلوه فحسب الذين قتلوه جزء من المشكلة المشكلة الأكبر المنهج ولذا فإن أكثر مراجع الشيعة هم ألعنوا من شمر وألعنوا من حرملة بحسب منطق إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو الذي عايشناه ولازلنا نعايشه ثم يقول جبرئيل يا فاطمة سلي حاجتك فتقولين يا رب شيعة فيقول الله عز وجل قد غفرت له هؤلاء الذين قال عنهم إمامنا الصادق لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه فإنه لا يتركه في يد ذلك الملبس الكافر الإمام يتحدث عن مرجع التقليد عند الشيعة عن المرجع الأعلى وغيره فإنه لا يتركه في يد ذلك الملبس الكافر وإنما يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب هؤلاء هم شيعة فاطمة الذين لا يريدون إلا صيانة دينهم وتعظيم وليهم وتعظيم إمامهم ثم يقول جبرئيل يا فاطمة سلي حاجتك فتقولين يا رب شيعة وليهم فيقول الله عز وجل قد غفرت لهم فتقولين يا رب شيعة ولدي فيقول الله قد غفرت لهم فتقولين يا رب شيعة شيعة هؤلاء المراجع حتى ليسوا معدودين من شيعة الشيعة ولذا دائما أقول لكم هناك شيعة المراجع وهناك شيعة الحجة بن الحسن لأن المراجع ما هم من شيعة الحجة بن الحسن هذا المنطق الذي أتكلم به هو منطق هذه الروايات ما جئت به من عندي ما أحدثكم به هو ما جاء في أحاديثهم وليس في رواية أو روايتين في مئات ومئات من الروايات والأحاديث فتقولين يا رب شيعة شيعة فيقول الله انطلقي فمن اعتصم بك فهو معك في الجنة فعند ذلك يود الخلائق أنهم كانوا فاطميين زهرائيون نحن من هنا جاء هذا الشعار من هنا جاء هذا المنطق زهرائيون نحن نحن والهوى والهوى زهرائي زهرائيون نحن يهبقية الله والعشق كربلاه من هنا من هنا جاء هذا المنطق لم يأتي من مزاج شخصي أو من رغبة في حديث أدبي أو من عناد مع هذه الجهة أو تلك لا أبالي بالجميع لا أبالي بالجميع أنني أبحث عن سبيل النجاة وسبيل النجاة هو هذا خلصوا أنفسكم من منهج حوزة الطوسي طهروا عقولكم من عقائد حوزة الطوسي نظفوا قلوبكم من قذارات ثقافة حوزة الطوسي أدركوا أنفسكم وكونوا فاطميين كونوا زهرائيين فتقولين يا رب شيعة شيعة فيقول الله انطلقي فمن تصم بك لهذا أردد يا زهراء اعتصاما بها لعلها تقبلني انطلقي فمن اعتصم بك فهو معك في الجنة فعند ذلك يود الخلائق أنهم كانوا فاطميين هنيئا للفاطميين وهنيئا للزهرائيين فتسيرين فتسيرين ومعك شيعتك وشيعة ولدك وشيعة أمير المؤمنين آمنة روعاتهم آمنة روعاتهم مستورة عوراتهم قد ذهبت عنهم الشدائد وسهلت لهم الموارد يخاف الناس وهم لا يخافون ويضمأ الناس وهم لا يضمؤون هنيئا هنيئا للذين يكونون في هذا الموكب أي موكب هذا فتسيرين ومعك شيعتك وشيعة ولدك وشيعة أمير المؤمنين آمنة روعاتهم ليس هناك ما يخيفهم مستورة عوراتهم قد ذهبت عنهم الشدائد وسهلت لهم الموارد يخاف الناس وهم لا يخافون ويضمأ الناس وهم لا يضمؤون نحن في موكب القيمة هذا هو موكب القيمة هذه هيئة المتوسلين بالقيمة ها هي القيمة تأتي ويأتي معها كل الذين كانوا تحت قيمومتها فتسيرين ومعك شيعتك وشيعة ولدك وشيعة أمير المؤمنين آمنة روعاتهم فكيف لا تأمن روعاتهم وهم يسيرون مع القيمة مستورة عوراتهم وكيف لا تستر عوراتهم وهم في ركاب القيمة قد ذهبت عنهم الشدائد يا زهراء وسهلت لهم الموارد يخاف الناس وهم لا يخافون هذه فاطمة التي فطمت شعتها فطمت أولياءها فطمت ذريتها من النار نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر